ممكن تكون العقيدة غير صادقة؟ أه ممكن ما أنا أقول لك دي غير صادقة السنة ممكن أن أكون عقيدة حفظ الموتون وأنا مقلف كتاب في العقيدة ده أنا مقلف عشر كتب في العقيدة ده أنا عندي أكبر مكتبة عقيدة في العالم لكن الصادقة دي اللي أنا أتكلم عنه بالحكمة من الأول يوم منتج العقيدة منتج الإيمان منتج الخشية أدي محاضرة في الخشية وفي الخوف وفي المحبة وفي المجاة وأتكلم عن العقيدة بالمناسبة كلمة عقيدة حتى كلمة إيمان فيها تربية نفسها كلمة إيمان نفسها حتى لو تطربوا في المجامعة تقولوا عندنا محاطة إيمان غير محاطة عقيدة المحاطة عقيدة في النوع الفلسفة والمعتادلة والأشعارية والمعتادية ودخل في الفلسفات الكلامية لكن عقيدة إيمان الإيمان أتكلم هنا عن العقيدة الصادقة اللي هي تطبيقتها حقيقية اللي هو كل صفات مؤمنين في القرآن إنما المؤمنون الذين الذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلي تعلم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فلو ربك لا يؤونون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الإيمان ليس حفظ المتون وليس حفظ قواعد وشروحات العقيدة وليس حفظ آراء الكلامية وردود على آراء الكلامية واستحضار الإخلافات القرن الثالث الهجري ورابع الهجري وإحياءه من جديد الجمع الناس دي عقيدة العقيدة القرآن إيمان علاقة خاصة بالله تربية عقيدة صادقة تطبيقية إحنا شفنا ناس كثيرة بتتكلم في العقيدة ولما جاء أول اختبار في الولاء والبراء سقطوا سقوط مريع فسقطوا وسقط معهم كل ما أدوه أسف الشديد وكل ما شيدوه وكل محبة غلست في قلوب الناس لهم وكل بناء شيد بأقوالهم وأفعالهم في مجلد أن سقطوا في تطبيقات عملية سقطوا من قلوب الناس ومن أزهي الناس حتى سقطت معهم في بعض الحالات هيبة الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر